اخر الاخبار الحسرية اللي معنا النهاردة وانا سايبه اخر حاجة لانه من الموضوعات المهمة جدا وخدوا مني الكلام ده من دلوقتي بدري بدري كده مطش السوبر ما بين الاهل والزمارك 27 النهاردة احنا بنتكلم قبل المطش بحوالي شهرين وعشر ايام مين حكام السوبر الافريقي هل ممكن يكون حكم مصري سؤال ممكن بنترحه الناس تقول لي ازاي حكم مصري اوه برضو الاهل والزمارك سوبر افريقي واكيد ممكن يكون حكم مصري لان انت هنا ما عندكش منافس اخر غير مصري هل ممكن الاتحاد الافريقي يفكر فيها بالشكل ده ولا الاتحاد الافريقي هيفكر بشكل مختلف انا اقول لكم الاتحاد الافريقي بيفكر ازاي الاتحاد الافريقي بيفكر انه هيختار حكام السوبر من قيمة المحترفين مش من حكام النهبة حكام مباراة السوبر هيكونوا من قيمة المحترفين مش من حكام النهبة هو فيه فرق اه طبعا فيه فرق حكام المحترفين مجموعة معينة عدد معين اللي التحدي الافريقي بيعمل بهم معسكرات كل فترة عشان بيعتمد عليهم في المباريات المهمة والكبيرة اللي فيها إيفنتات زي فاينال دوري الأبطال فاينال الكونفيدرالية السوبر الإفريقي نهاية كاس الأمم دي الأحداث الكبيرة على فكرة القايمة دي فيها حكم مصري وهو الكابتن أمين عمر أكشف لكم على سر القايمة دي حالياً بدأت معسكر في كوديفوار في العاصمة أبيجان النهاردة ختام المعسكر المعسكر بدأ من يوم 13 سبعة حتى يوم 17 سبعة فالنهاردة ختام المعسكر هل الكاف هيحضر لمعسكر آخر؟ زي ما انتوا شايفين على الشاشة وده خبر خاص لبرنامج الترند في معسكر تاني لنفس القايمة دي قايمة البروفيشنال هيكون في شهر تسعة قبل معايد السوبر بأيام قليلة جداً مكان المعسكر وتوقيت المعسكر إمتى في شهر تسعة هكشف عنه في الحلقات اللي جاية ولكن خلاص اتخذ قرار رسمي ان القايمة دي بالحكام المرشحة دي هتعمل معسكر في شهر تسعة قبل لقاء السوبر عشان يطلعوا من المعسكر يختاروا طاقم التحكيم اللي هيجير اللقاء القايمة والمجموعة دي فيها حكم مصري وهو الكابتن أمين عمر ممكن يقول لك أهل وزيارك في القتم من مصر فنجيب حكم مصري كل شيء وارد الله أعلم القرار وقتها يبقى ولكن تعالوا نشوف مين هم أبرز الحكام اللي موجودين في معسكر أبيت جان واللي هيكونوا موجودين في معسكر شهر تسعة قبل مباراة السوبر ودي القايمة اللي مش هتخرج منها حكام مباراة السوبر والقايمة فيها مفجأة ليه؟ لأنه دخل عنصر نساء جديد على قايمة المحترفين أبرزهم الحكمة المغربية بوشرة كربوني الحكمة الجنوب إفريقية إخوان مكاليمة دي موجودة دلوقتي في قايمة البروفيشنال وانضبط لقايمة البروفيشنال موجودين مين الأبرز؟ فكريم بير أدشو لقدار السوبر ما بين الأهل والتحاد العاصمة هو اللي موجود في قايمة المحترفين معاهم معتز الشلماني مصطفى غربال جون جاك ندالا من الكونغو في عيسى سي من السنغال في كمان من تشاد الحج آليو وفي من رواندا سامويل أوكيندا وفي من ليبيا زي ما ألتلكم إبراء معتز الشلماني في جلال جيد من المغرب وفي توم أبونجيل من جنوب إفريقيا وفي كمان محمود علي من السودان دي أبرز الحكام اللي موجودين في قايمة البروفيشنال واللي ممكن تكون مرشحة لإدارة السوبر الإفريقي الأول مرة دخل عنصر نسائي في قايمة البروفيشنال موجودين في أبيجان وممكن يكون موجودين في شهر تسعة الأيام اللي جاية هنكشف تفاصيل أكتر عن الحكام المرشحة لإدارة السوبر ما بين الأهلي والزمالي